وفري فلوس جلسة النظارة وعملي جلسة تنظيف عميق للبشرة بالكولوجين خطوة بخطوة على طريقتي وزي ما انتوا شايفين الجواب باين من عنوانه يلا بينا كل سنة وانتوا طيبين عيدكم مبارك وعواشركم مبروكة بلهجة اهل بلاد المغرب العربي حبايبنا يلا بقى كده كله يقوم سواء ستات او رجالة قوموا اهتموا ودلعوا نفسكم لان برضو الرجالة من حقهم يتدلعوا ويهتموا بنفسهم الجمال والاهتمام عمره مكان للستات بس ده مفهوم غلط لازم نغيره المهم يلا بينا بقى هعمل معاكم خطوة بخطوة جلسة تنظيف عميقة للبشرة طيب الخطوة الاولى اول حاجة لازم نخسل وشنا باي غسول مناسب لبشرتنا لنضف البشرة كويس جدا دي كده اول حاجة طيب خلاص انا خلصت مرحلة غسل البشرة دلوقتي هنعمل ايه؟ لو عندكم جهاز البخار هنعمل حمام بخار على وشنا تمام؟ عشان نفتح المسامات هيفتح لنا مسام البشرة عشان اي ماسك نحطه على وشنا او عايزين نعمل تنظيف عميقة للبشرة يتعامل معانا بكل سهولة طيب دلوقتي عندكو اختيارين لو عندكو زيت نعناع هتحطو خمس قطرات اوكي؟ ولو عندكو ما عندكوش هتجيبو ورقتين نعناع وكسين شاي اخضر وهتحطوهم في الماء ولو عندكو زي زيت نعناع وزيت شجرة الشاي حطو خمس قطرات زيت نعناع مع تلت قطرات او اربع قطرات زيت شجرة الشاي اوكي؟ دلوقتي بقى انا هحط وشي في حمام البخار ده عشان افتح المسامات تعالوا وصوفوا معايا خلاص كده زي ما انتم شايفين مسامات البشرة اتفتحت تماما دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي عندكو برضو اختيارين لو عندكو جهاز بتاع ازالة دهون البشرة والرؤوس السوداء او البيضاء لو عندكو استخدموا مش عندكو انا هعمل وشي بيه وبعد كده اقول لكم ايه البديل بتاعه دلوقتي احنا انتهينا من تاني مرحلة اول مرحلة عملناها فتحنا مسامات الوش تاني مرحلة عملنا ازالة دهون اللي هو البثور السوداء والبيضاء من البشرة البديل بتاع دي اللي هو السكراب سكراب البشرة فاكرين السكراب اللي انا عملته معاكو قبل كده هتستخدمون اللي هو هتفركوا الوش بالراحة جنتلي على البشرة هتحطوا مسلا شوية على طبعا كلنا عارفين دي ايه؟ وهتبتدوا تعملوا وشوكوا بيها كده بالراحة كده وعايز اقول لكم اوضح لكم معلومة مهمة جدا جدا الناس اللي بتقول السكر بيفتح مسامات البشرة انا عايز اقول لكم مش موضوع السكر بيفتح مسامات البشرة اللي بيفتح مسامات البشرة اي حاجة خشنة اي حاجة بتحتك بالبشرة زي اللي انا بعمله ده دلوقتي ده لو استخدمناه كل يوم على بشرتنا كده او حتى لو بدون سكراب لو بنخسل بشرتنا بدي او الشنب دي كل يوم وبنعمل كده عشان نشيل الرؤوس السوداء او الكلام ده مساماتنا هتتفتح دي اصلا ما ينفعش تستخدم كل يوم دي بتستخدم مرة كل اسبوعين او مرة كل عشر تيام ان انتوا لو عايزين تعملوا تنظيف لمنخركم او للخدود او كده اوكي لكن عموما اي حاجة خشنة بتتحط على البشرة بتفتح المسامات يعني اوري لكم حاجة دي ساليكون تمام دي اصلا زي سكراب للبشرة دي لو استخدمناها كل يوم على بشرتنا كده هتفتح لنا المسامات اوكي فالهدف هنا او الموضوع مش السكر هو اللي بيفتح المسامات لا هو ان احنا نعمل اي حاجة خشنة على بشرتنا يوميا ده غلط فعشان كده دايما اي سكراب عايزين نعمله للبشرة بيكون مرة اسبوعيا او مرة حتى كل اسبوعين مش اسبوعيا ودي بتستخدم مرة في الاسبوع طيب المهم دلوقت احنا عملنا انا استخدمتها برضو معاكو عشان الناس اللي بتقلق شفايفكو اولا السكراب ده بيفتح الشفايف بيشيل الجلد الزيادة زائد حوالين الفم بيفتحه هتعملوه كده تمام طيب دلوقتي خلاص عملنا يعتبر وشنا كله دلوقتي انا هخسل وشي وبعد كده هرجع اقولكو الخطوة التالتة ايه استنوني طيب دلوقتي احنا خلاص فتحنا مسامات بشرتنا عملنا وشنا الدهون بتاعت البشرة تالت خطوة هتكون ايه طبعا احنا فتحنا المسامات عايزين بقى ماسك كده حلو بالكولوجين يقفل المسامات يوحد لون البشرة يفتحها يرتبها وكمان يشدها كل ده في المسك اللي انا هعمله معاكم النهارده طيب اول مكون معنا هيكون لبن باودر حليب باودر اي نوع نص معلقة شاي يعني نص معلقة صغيرة اوكي تاني مكون هيكون معنا نشا الدرة نص معلقة شاي طبعا النشا واللبن البودرة مسؤولين عن التفتيح وقفل مسامات البشرة وكمان شد البشرة وتوحيد لونها طيب تالت مكون هيكون معنا عسل نحل ابيض طبيعي هناخد منه طبعا العسل مطهر للبشرة وكمان حلو جدا لقفل المسام وبيدي ترتيب عالي جدا يعني هو المسك ده متكامل ماسك الكولوجين طيب دلوقتي منقوع الكولوجين بتاعنا لبان الدكر ده منقوع لبان الدكر طبعا اللي انا عملته معاكم قبل كده يعني انتو عارفين طريقته ده هنعمل بي ايه هنزود بقى بيه المسك بتاعنا شوية بشوية ونقلب لحد ما يدينا قوام كريمي يعني خلاص هو حوالي برضو نص معلقة شاي اوكي ده طبعا ما يترميش ده كنز ده ها طيب زي ما انتو شايفين كده المسك اهو قوام كريمي هنبتدي بقى نعمل ايه هنحط على البشرة عايزين بقى نقفل المسام اللي تفتحت زائب بقى ندي نضارة ندي تفتيح ترتيب شد هتحطوا المسك ده على وشكو لحد ما ينشف خالص وبعد كده هقولكو هنعمل ايه خلاص كده فات دلوقتي نص ساعة على المسك طبعا نشف تماما فانا دلوقتي هعمل ايه ده نفس البولة اللي احنا حطينا فيها المية السخنة بالنعناع بالشاي الاخدر اوكي دلوقتي هنعمل ايه بقى طبعا فيها نعناع وفيها حاجات حلوة كتير فاحنا قبل ما هنخسل وشنا هنفرق وشنا بالقالة بتاعتنا دي وزي ما انتم شايفين بعد ما غسلت وشي من المسك طبعا النتيجة ما فيهاش اي كلام او ما يختلفوش عليها اتنين وطبعا ده كده من اول مرة طيب دلوقتي احنا خلاص يعني وشنا شبع فتح مسامات بس زي ما انتم شايفين بصوا المسامات تقفلت من المسك بس بس انا هقضي على المسام في الحال ده مكعبات لبان الدكر اللي انا قلتلكو ما يترميش منقوع لبان الدكر ده طبعا بحطهم في مكعبات التلج ودخلوا الفريزر بعد ما بنعمل اي ماسك او اي حاجة ان احنا فتحنا مسامات بشرتنا بيها عايزين نقفل المسام بنجيب قطعة شاش وبنحط فيها المكعب بتاع منقوع لبان الدكر او مكعب تلج ميت ورد او مكعب تلج شاي اخضر او مكعب تلج عصير خيار او مكعب تلج عصير تماطم كل الحاجات دي بتفتح البشرة وبتقفل المسام وممتازة فانا دلوقتي هنحط بقى طبعا ليه بحطها في شاش لان لقدر الله لما بنحط اي حاجة متلجة بدون ما يكون عليها عازل كده ممكن الشعيرات الشعيرات الدموية اللي في بشرتنا او في وشنا لقدر الله يعني تفرقع فعشان كده لازم تتحط في شاش طبعا بتحطوها على الاماكن اللي هي بيكون فيها مسامات دايما واسعة زي ما انتم شايفين كده بالطبطبة طبعا انا عايز اقول لكم قد ايه انا حاسس ان وشي بجد شكله جدا زي ما انتم شايفين بصوا شايفين وده لا تقولولي بقى جلسة ندارة ولا جلسة ترميم ولا الكلام ده خالص بصوا بصوا شكل البشرة عامل ازاي شايفين طبعا هنحط كمان على مناخرنا الاماكن اللي بيكون فيها مسامات واسعة احنا كده قفلنا المسامات الناس اللي بتخاف من السكر ليفتح مسامات البشرة ادينا قضينا على المسامات اللي في الوش وزي ما انتم شايفين ما فيش اي مسامات بعد المسك وبعد كل حاجة طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ده طبعا خلاص كده قفلنا المسامات بتاعة وشنا دلوقتي الخطوة الجاية ايه فاكرين ده ده تونر فيتامين سي اللي عملته معاكو قبل كده ده طبعا انا ما بستغناش عنه بجد زي ما انتم شايفين اهو ده هنرش منه بعد خلاص ما عملنا اه غسلنا وشنا من المسك وعملنا مكعب التلج قفلنا المسام بنجيب التونر بتاعنا زي ما انتم شايفين حط كده على البشرة طبعا فايدة التونر انه هو كمان بيقفل مسام البشرة تمام هنسيب بقى التونر ينشف براحته زي ما انتم شايفين كده خلاص التونر نشف من على البشرة فيتامين سي سيرم برضو عملته معاكو قبل كده ما بستغناش عنهم بجد مش عشان انا اللي عملهم بس عشان هم فعلا يعني نتيجاتهم حلوة جدا وده طبعا بحكم كل اللي استخدموا وجربوا من الناس اللي بتشوفني يعني طبعا دي اللي عنده يستخدمها اللي مش عنده بلاش يعني عادي مالهق دينا بس دي يعني يصود ان هي بتعمل مساج حلو للبشرة طبعا الناس اه اه لو عملته الناس اللي يعني اللي هتعمل الروتين ده او التنظيف بالطريقة دي صدقوني مش هتحتاجوا بعد كده تروحوا لمراكز تجميل تعملوا الجلسة دي متى يقلي انا وشي بيتكلم لوحده انا مش محتاجة اقول اكتر من كده طبعا انا استخدمتها كمان معاكم في الفيديو عشان اه في ناس كانت بتقول لي اقول لنا بتستخدم ازاي هي بتستخدم زي ما انتم شايفين كده عكس اتجاه البشرة عموما كده ومن هنا كده من عند المناخير ممكن من هنا بس كده ايه رأيكم شايفين جمال السيرم شايفين الحلوة شايفين شايفين اللمعة اللي في البشرة طيب دلوقتي هنكتفي بقى بكده لأ احنا داخلين على عيد اخر حاجة خلاص اخر حاجة والله هي يعني يعني خطوات تقيلة شوية كتيرة شوية مش كتير قوي بس كتير حابتين بس زي ما انتم شايفين انا مش هقول اكتر من كده اخر حاجة بقى بمناسبة اني النهاردة يوم الكولوجين فكريم برضو ده دي تقريبا تالت او رابع علبة كريم انا بعملها اللي هو كريم الكولوجين برضو بمنقوع لبان الذكر اللي انا عملته معاكم قبل كده هنحط منه اخر بقى حاجة كنوع من الترتيب كده طبعا عايز اقول لكو برضو على حاجة مهمة جدا جدا الروتين ده بيتعمل مرة في الشهر مرة في الشهر مش كل اسبوع ولا كل يوم ليه بقى لان الحاجة اللي بتزين عن حدها بتتقلب ضدها فخلوا بالكم مرة في الشهر والسكراب مرة كل اسبوعين او ثلاث اسابيع والناس اللي بشرتها بتطلع دهون او بثور بسرعة جدا ممكن مرة واحدة في الاسبوع مرة 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 بالنتيجة زي كده يا رب يكون كل حاجة عجبتكم وكل سنة وانتو طيبين وعيدكم مبارك وعايز كله يقوم بقى يهتم بنفسه على دخلة العيد كلنا كلنا لازم نهتم بنفسنا ونفرح يا رب يفرحكم دايما ويساعدكم لو عجبكم كل حاجة تقدمت ما تنسوش تعملوا لايك كتير شير اكتر لان ده بيشجعني جدا اني استمر معاكم اشوفكم فيديوهات جاية كتير واللي جاي احلى واحلى استنوني في وصفات والوان شعر وفيديوهات كتيرة جدا هتعجبكم باذن الله سيو باي باي